السلام عليكم مرحبا بكم معنا فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله هنشارك معكم واحدة سحلية سهلة بزاف ومكونات موجودة في اي بيت توجد بسرعة تسابعوا معي الطريقة والمقادر اول حاجة عمدا بها هي عن شبر واحد بول او زلافة او اي حاجة عمد صفرة هنوضع فيها كاز السكر انا هنا اختيت العبار كامل بكاز العنباء وعندي كاز الدلماء بالنسبة للسكر تقدروا تعطلوا مقدار السكر اللي بغيته انسوما تصفيا اخليوا الماء السكر هيدا مع بعضهم كي يضيفوا ودابا عنضفهم المزهر عندي هنا تقريبا واحدة خمسة المعالقة للمزهر بالنسبة للمزهر يعني هديك اضافة انا بغيت انضيفة كي اضافة كي اضافة كي اضافة بتويتنا به هذه الشكلة جيدة بحيث نحاول ان اراضي في الماء كي استمروا في التحريكتات اذا كي يبدأ السكر يختافة وسنضعوه على جنب سنوجدو انشاء الله السميدة دينا هاته الاصرية انا سبق اللي دقطة في مكان سوركي وعجبتني بثاف 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 كي يصل يدام الاغزل حيث اضافة مغربية كي اضافة 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 Union وتضيف لها انشاء الله حتى القرفة يعني وصفة اللي نشحة وسهلة بزف واهم حاجة هو المدق لك يجي غزل غزل بزف اتمنى تجربوها ان شاء الله سوف هنا خلي الماء السكر على جنب حتى يدولي السكر ديالي تماما وعندوز نحضر السميدة ديالي وفوح المقلة احتاج الزبدة انا هنا مستعملة نوعية جيدة للزبدة النوعية الممتازة عندي 75 جرام للزبدة وعندوزها في المقلة وعندوزها فوق البوطة احتاج الزبدة ونرجع معكم ان شاء الله اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا ان تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم من بعد ما خليت الزبدة دابت على هذا الشكل نضيف لها جز دسميدة للعنبة بالنسبة لقياس قدرة تحكم وفاه كما تريد انتومة ونحرك بالمعلقة الخشب وعرضها فوق البوطة وخليها حتى تحمر كما تشاهدوا معي نرجع السميدة فوق البوطة ونحرك بالمعلقة الخشب كما تشاهدوا اللون يتغير بني فوق البوطة ونضيف سورا الماء والسكر سمع القرفة صغيرة القرفة على حساب الكمية التي تريدونها على حساب الضوء هنا نشفت هذا الشكل وكان حيضا فوق البوطة هنا من بعد ما وجدت لي انا نقدم وسهد الكووس ثم تقدروا 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 على شكل عائلي تقدروا على شكل عائلي انا فارقة سوف نقوم بها هذا الشكل انا عسى للدريسات ونرجع معكم ان شاء الله وهذا هو الشكل نهائي تحصلنا عليه كثير منها انا خسرت زينة باللوز يعني لهذا الشكل ثم تقدروا تزوقها ودمنطوها في اي حاجة تقدروا تزوقها باللوز كبقى خصيات لكم او تقدموها كيفما هي تزوقها تقدروا غزل ان شاء الله سوف تجربوها للملتقى ان شاء الله اشتركوا في القناة